كانت تلك العنوين وإليكم التفاصيل التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه بزعبيل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وأعضاء الجهازين الإداري والفني المزيد في التقرير التالي التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي واعضاء الجهازين الاداري والفني وهنأهم سموه على الانجازات الكروية الثلاثة التي حققها الفرسان الحمر خلال الموسم الرياضي الحالي واكد سموه خلال اللقاء ان حصول النادي على ثلاث بطولات وفوزه بكأس السبر وكأس الخليج العربي ودور الخليج العربي يعد انتصارا للكرة الاماراتية عموما وانجازا وطنيا بامتياز ودعا سموه اللاعبين الى التحلي دوما بالطاقة الايجابية التي تولد لديهم الاصرار والتفاؤل والصبر خاصة في الميدان الذي يكرن فيه المرء او يهان ونوه سموه بالفوز الثمين لفريق العين الذي حققه في مباراته الاخيرة مع الاهلي على كأس صاحب السمو رئيس الدولة مثمنا سموه غاليا الكأس التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ومتمنيا للكرة الاماراتية مزيدا من الانجازات وتحقيق البطولات اقليميا ودوليا واشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في معرض حديثه وتوجيهته السديدة لأسرة النادي الاهلي في دبي الى اهمية رفض منتخبنا الوطني باللاعبين الجيدين والمميزين في انديةنا المحلية عموما من اجل دعم هذا المنتخب وتزويده بالطاقات الشابة القادرة على خوض المنافسات الاقليمية منها والدولية واعلاء شأن كرة القدم الاماراتية ورفع راية الوطن خفاقة في البطولات والمنافسات الكروية الدولية واثنى سموه في ختام اللقاء على اداء اللاعبين وحرفيتهم في شتى المنافسات التي يخوضونها مرجعا سموه ذلك الى الادارة الجيدة والحس الوطني لدى اللاعبين والجهازين الاداري والفني واخيرا مواصلة التدريب على الارض واكتساب الخبر والمهارات التي جعلت من فريقهم في المراتب الاولى ويحظى بتأييد جمهوري ومشجعي حضر اللقاء سعادة مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة عبدالله سعيد النابودة رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي وعدد من المسؤولين في النادي وقد التقطت في نهاية اللقاء الصور التذكارية لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واسرة القلعة الحمراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة